هنروح للسكواش ونجمنا الكبير مصطفى عسل يواجه مازين هشام على لقب فلوريدا المفتوحة للسكواش سأقولت حضركم مصطفى عسل محتاج يشارك في بطولات كتيرة نتيجة الإقاف اللي تعرض ليه في بداية الموسم خلى يخسر بطولة أو اتنين مش يخسرهم وما يلعبهمش خسر المشاركة في البطولات دي فما جمعش نقاط كثيرة ولكن مصطفى عسل الفترة اللي فاتت بالفترة اللي احنا فيها بيشارك في كل البطولات عشان يقدر يعود النقاط ويرجع تاني يسترد صدارة التصنيف العالمي دي سورة بطلنا الطيجر الاهلاء ومصطفى عسل هلعب النهاردة ان شاء الله الفجر مع زمينه في المنتخب ونجمي نادي ودي ديجلا مازين هشام على لقب بطولة فلوريدا المفتوحة للسكواش واللي بتتلعب في أمريكا في الفترة من 9-14 ينار اللي احنا فيه ومجموعة جوائزها 110 ألف دولار مصطفى كان بدأ مشواره بالفوز على المكسيكي ليونيل بنتيجة 3-0 في دور الستاشر وبعدين فاز على الفرنسي بوناميلي بنفس النتيجة في دور التمانية وبعدين قدر انه يفوز من قبل النهائي على انجليز محمد الشرباجي بنتيجة 3-2 ماتش قبل النهائي كان ماراثوني واستمر 70 دقيقة طبعا محمد الشرباجي الفوز عليه ما كانش سهل بالمرة وقدر مصطفى انه يرجع في النتيجة بعد ما كان خاصنا 2-1 ورجع للفوز بنتيجة 3-2 وتأهل بعد كده للنهائي وكل التوفيق ليك يا مصطفى وان شاء الله اكيد حلقتنا اللي جاي هكون عارفنا ان نتيجة المباراة كانت شكلها هي